وصلنا لختام صباحنا واليوم هيك صباحنا عم نختم فيه مخصص لكل الصبايا والسيدات ويمكن هاي الفقرة بيستنوها الكل اللي بنحكي فيها عن العناية بالبشرة وأهمية العناية بالبشرة بالعموم نحن هلأ مع التقلب التقص وتغير وتبدل التقص أول حدا بيتضرر بجسمنا هو بشرتنا كل يمكن المشاكل بتظهر ضغري على البشرة إذا في عنا مشاكل صحية عنا مشاكل جفاف غيره كله بيبين على بشرتنا صحيح ونحن قبل سنما يعني يوم أو يومين غالبا يوم أو ساعات من استقبال العيد فبتلاقي هلأ الصبايا ببلشوا بالخلطات المنزلية وبالنصائح كيف بدن يرجعوا النظارة لوشون هيك بكبسة زرب يوم واحد خلص بيحطوا كل المكونات ماسك واحد بيحطوا كله على الوش صحيح ومتل ما قلت قوان تقلبات التقص اليوم عم تترك آثارة على بشرتنا كيف نحن ممكن يعني نعمل روتين يومي نهيئ بشرتنا لفصل الصيف وأيضا خلال فصل الربيع وأيضا شهر رمضان الكريم أكيد الصيام ممكن ترك بعض الآثارة على البشرة كل هاي التفاصيل رح نحكيها اليوم مع الدكتورة هلأ الحوش اختصاصية جلدية يسعد صباحك يسعد صباحكم وكل عموتكم صباح الخير دكتورة وأهلا وسهلا فيك خلينا نبلش مع حضرتك يعني اليوم نحن بنعرف شهر رمضان 30 يوم من الصيام انقطاع لفترات طويلة من شرب السوائل ممكن للأشخاص بيعفوا يعودوا بعد الأفطار من الحاجة الجسم من السوائل عندنا سهر لفترات طويلة عدم الاستيقاظ بشكل هاي كلها تعطى الأسباب اللي هي بتأدي لمشاكل بالبشرة عدم النوم شكل جيد وعدم شرب السوائل فشو المشاكل الأبرز اللي بيجي لعندك الناس المراجعين بسبب هاي خليني يقول خصائق الشهر رمضان مثل ما كلنا بنعرف سلمة انه الصيام له فوائد على أجهزة الجسم المختلفة كلها وبشكل أساسي الجلد نحنا خلال هالفترة بيزيد عنا إفراز هرمون النمو هو هرمون كتير مفيد وكتير بيساهم بتجدد الخلايا يعني نحنا خلال هالأيام هاي الساعات طويلة من الصيام بصير عندنا الطرح للفضلات للسموم للمواد المؤكسدة للجزور الحرة السامة بصير في عندنا تجديد كتير كبير بالخلايا دي ان اي الخلية بيرمم نفسه فهذا الشيء كتير بيعقس نتائج إيجابية وكتير منيحة للجلد بشكل عام حتى لما بصير نحنا عندنا ضبط لمستوى سكر الدم بنقص سكر الدم فبس تزيد حساسية الأنسجة للإنسولين المقاومة على الإنسولين كتير بتقل هذا الشيء كمان كتير بيساهم بي نظارة الجلد وبيقلل كتير من الشيخوخة بس بالمقابل هالأخطاء هاي اللي بتصير إلا تشرب الماء مثل ما حكينا إهمال الغذاء الصحي والمتوازن في ناس أحيانا بتاخد الصيام بتقلك أنه أنا فرصة لأعمل دايت ريجيم ونزل وزني فهنن بيعتمدوا بقى على وجبة واحدة وللأسف بتكون كتير غنية بالسكريات بالدهون بالكفائن بالمشروبات اللي كتير فيها سكر وبيهملوا الخضرة الفواكه الاشياء الغنية بالمي بالفايتامينز فهذا الشيء أكيد رح يعقس نتائج سلبية فبتلاقي مثلا البشرة صارت فيها جفاف أكتر باهتي ما فيها نظارة يعني بتحسيها أنه صارت كامدة أكتر منطقة حول العين هي منطقة جلدة فيها كتير رقيقة وبتبين عليها كتير تأثيرات التبدل الساعة البيولوجية يعني منصير بقى مسهر كتير بالليل من نام بنهار عدد ساعات النوم القليل تلاقيها صار فيها تجاعيد نعمة هالات سود، تنفيغ حتى الجفاف مثلا تلاقيها صار فيها جفاف التقشر حتى الجسم كله بشكل عام جلد كله تلاقيه أنه فعلا فقد هالنظارة والحيوية حتى كتير ناس بيجوني كتير مرضى كمان هلا بيقولولي أنه شعرنا صار كتير عم بيهر زيادة عن اللزوم أكتر من الأول فهو غالبا بيكون مثلا أنه من الأساس فيه مشكلة قديمة أو فيه سبب مرضي عواز حديد، تقص فيتامين دال، نقص البيت معاش وخلال الصيام كما قالنا هالإهمال الغذاء الصحي المتوازن أو نحنا ما عم ناخد فيتاميناتنا ما عم ناخد حاجتنا اليومية من هالمعادن من هالفيتامينات الضرورية فبتلاقي كمان الشعر كتير بيتأثر وكتير بيصيبه وتساقط كمان الأضافر يعني بشكل عام بيترك بعض التأثيرات السلبية أيضا تقلبات الفصول تترك أثرة على البشر وخصوصا بالتقص الحالي يعني نحنا بنشوف في الصباح شي والمساء خلينا نحكي عن أبرز المشاكل اللي عم تعاني منها البشرة بهذا الوقت هلأ مع بداية فصل الربيع خلينا نقول والنقلة النوعية بالجو وتبدل درجة الحرارة أكيد هالتبدلات هي بتترك أثرة على الجلب بشكل كتير واضح هلأ صارت الشمس حدة أكتر من الأول وخاصة بساعات الزروة يعني من العشر الصبح للأربع المساء بتبلش بقى تعطي هالتأثيرات السلبية يعني للتعرض للشمس لساعات طويلة وخاصة الناس اللي يشغلون كل الوقت بره يعني فالشمس بتفاقم أساسا الأمراض اللي هي موجودة قبل يعني ممكن أنه تفاقم لنا حب الشباب الأكزيمة هلأ كمان كتير وقت أنه تصير عندنا الأكزيمة الضيائية كتير شائعة خلال فصل الربيع حتى مشاكل الحساسية كلها اللي بتصير الحساسية الصدرية الربو الأنف التهاب حواف الأشفان كلها مشاكل الحساسية الربيع كلها هي كمان تتفاقم هلأ على تبدل الطقص مشاكل الشمس كمان اللي أكتر شي ممكن أنه تتركها على الجلد غير أنه هي بتفاقم لنا الأمراض الموجودة قبل مثل حب الشباب والأكزيمة هي بحد ذاتها بتأهب لتصبغات أكتر مثل النمش الكلف توسع مسامات جفاف بالبشرة حروق الشمس التجاعد النعمة هي طبعا اللي بتظهر على المدى البعيد فبس أكتر شي الشمس بترك المياه هو التصبغات بشكل أساسي كتير بشتكوا المرضى بهالفترة أنه نحن النمش صار أوضح الكلف صار أوضح البقع تباين اللون تفاوت اللون خاصة كمان الناس اللي بيكونوا محجبين أو شي فلاي ما بتلاقي في فرق صار بين المنطقة المغطاية والمنطقة اللي عم تتعرض بشكل مستمر لأشاعات الشمس صحيح طيب دكتورة هلا بما أنه حكينا عن بعض المشاكل خلينا نحكي عن شوي من الحلول في حلول موجودة بإيدان الكل بشوي تروتين يومي بعض الخطوات البسيطة اللي بتنصحي فيها الكريمات الأساسية اللي لازم تكون موجودة عند كل صبية بهذا الوقت وخصوصا بهذه التقلبات مثل ما بنقول الواقع الشمسي مثلا خط أحمر ما لازم حدا يتركه سواء كان بشرته سمراء أو بشرته بيضاء لأنه في ناس بتقول إذا بشرته سمراء معنات ما في ضائحة واقي شمسي وهذا خطأ شائع خلينا نحكي عن هاي الروتين اليومي لازم أعمله حتى حافظ على صحة البشرة هلا الروتين اليومي للسكينكيرز اللي لازم كل سيدة تستخدمون بفصل الشتاء نحنا دايما من إلا أنه في شي لازم يكون مختلف عن بداية الصيف أو هلأ يعني الربيع وتبدل الطقص أو صارت الشمس حدا شوي لأنه نحنا خلال فصل الشتاء بتكون المشكلة أكتر هي مشكلة الجفاف فنحنا دايما كنا نركز أنه كتره كتير من الكريمات الترطيب يعني إذا كنتي عم تحطيه مرة لا بالشتاء أو خلال مثلا الصيام أو لما الجسم أو الطقص يساهم بتجفاف أكتر أنه كتري الكريمات يعني كتري عدد مرات الاستخدام خلينا نقول يعني حطي مثلا صبح مساء استخدمي سيرومات أكتر السيرومات الغنية بالهيرونيك أسد الهيرونيك أسد من أهم المرتبات كتير معروف أنه هو كتير بيساهم بجذب المي للبشرة حتى في عندنا نحنا سيرومات أو كريمات فيها مشاركة بين الهيرونيك أسد مثلا مع البي فايف مع الكولاجين مع الفايتامين سي هلأ كانت كمان الصبية بالشتاء عم تستخدم كتير أكيد مقشرات بكل أشكالها سواء كان بالغسول أو بالتونيك أو حتى هي المساء عم تستخدم تقشير أحماض فواكي ريتينول هلأ نحنا لما نحنا مننتقل على الصيف هون لا لازم نحنا كتير نخفف من المقشرات سواء الموجودة بالغسولات أو حتى بالكريمات فينا نحنا نخفف من تواتر استخدامها يعني نخليها مثلا كل أسبوع برة أو حتى كل أسبوعين مرة هذا الشي برجع لكل سيدة شو المشكلة اللي هي عم تعالجها أو هي كانت عم تستخدم المقشر بس مشان النظارة أو توحيد لون أو لا تتخلص من الخلايا الميتة كمان نحنا عندنا مثل ما تفضلتي وحكيتي سلمة هلأ كمان على الصيف أكيد الترطيب ما بنستغني عنه عندنا الواقع الشمس واقع الشمس بتصير بقى السيدة بتستخدمه قبل ما تطلع من البيت بيربع ساعة بتكرره كل ساعتين إذا كان شغلة ساعات طويلة برا هلأ كما فينا نحنا دايما أنه ننصحها فينا تستخدم من البرائمر اللي بتحطه تحت الميكب أنه يكون فيه SPF أو حتى الفونديشن يكون فيه SPF الكريمات الترطيب كمان ممكن أنه يكون فيه داخل بتركيبة SPF أو واقع الشمس حتى لو بعيار خفيف فهذا الشي كتير بيحميها كمان نحنا هلأ خلال الصيف بنقول لهم دايما أنه وقفوا تقشير بس فيكم تستخدموا تفتيح يعني فيه مركبات بتعمل تفتيح للبشرة بس هي برنا أحماط فواكي مانا مقشرة مثل عنا الأربوتان عنا الفيتامين سي هن مضادات أكسدة كتير مهمة بيفتحوا لون البشرة بيعملوا توحيد للون وبيساهموا بتكوين كولاجين وإلاستين فكتير بيعطوا نظارة وبيقاوموا الشيخوخة للمدى البعيد والصبية كتير بتلاقي عليهم فائدة فنحنا عنا رنج كتير واسع من الكريمات اللي بتقدر السيدة أنه تستخدمهم خلال هالفترة بس كتير من ركز على الترطيب واقيات الشمس نخفف كتير من المقشرة وفينا تستخدم ماسكات ولو مرة بالأسبوع سواء كانوا جاهزين أو حتى هي فينا بالبيت تعمل من الأشياء الموجودة بالبيت وتقدر تعمل الشيء المناسب بشرتها طب خلينا نعطي هيك أمثلة عن الشيء الموجود بالبيت شو ممكن تعمل هي هلا البشرات الدهنية بناسبها مثلا الأشياء ممكن يكون فيها لكتك أسد مثل اللبن الليمون طبعا بتراكيز معينة ومو خلطات عشوائية أنه نحنا كل شي بنشوفه على السوشيل ميديا حطه مع بعضه لأنه هي نفسها ممكن أنه تحسس ممكن أنه تعملها تصبغات ممكن أنه تعملها زيوانات سواء كانت مغلقة أو مفتوحة نفسها ممكن تعملها إكزيماء فبدأت تكون تعرف هي بشرتها بالأساس شو هي بشرتها دهنية في شي بناسبة بشرتها جافة مثلا بناسبة الأشياء اللي فيها العسل الخيار الأليوفيرا ممكن تستخدم لأكتر من أنواع البشرة الأفوكا يعني فينا تستخدم الأشياء الموجودة بالبيت بس مثل ما حكينا بتراكيزة معينة ماء الورد كتير زريف وكتير بيعطي ترطيب وما إلو أي صايد إفكت حتى فينا تخلي البخاخ معه خاصة هلا يعني كلما مثلا الواحد كان مشوب بدل ما يروح يغسل وشه بماء ينشف بشرته أكتر لأ فينا تضلع مطبخ منه للبخاخ مع الورد كتير بيسكر المسام وكتير بيعطي نظارة وكتير بيعطي ترطيب فمثل ما حكينا أنه كل نوع بشرة له كريمات ممكن أن تناسبه مشان هي ما تفوت بين المشاكل والاختلاطات اللي ممكن أنه تصير معها على المدى البعيد وخاصة مشكلة التصبغات لأنه علاجها بيصير كتير صعب وكتير مكلف وكتير بده وقت طيب دكتورة في بعض أنواع الغسولات اللي هي بتكون مكتوب أنه هو غسول يومي ولكن هي بتعتمد على تقشير البشر وحضرتك قلت لازم نبعد عن هذا النوع طيب اللي متعود على هيك شي شو البديل؟ يعني شو لازم يكون البديل إله اللي هو بيحب دائما وخصوصا في كتير صبايا تحط ميكياج لفترة طويلة فبتلجأ لهذا النوع من الغسول هلأ كل حدا بحكيتي سلمة بيحط بيكيب كل يوم يعني مطلوب من شغله أنه كل يوم يحط ميكيب هلأ أهم خطوة أنه نحنا ننظف المكياج كتير منيح بأي شيء في بين يعني أي شيء متاح سواء كانت مثلا المحارم المعترة في منها أنواع قصة للسكين سواء كان الحليب الميلك المقدة نحنا ننظف فيه بس حتى هدول الأشياء اللي نحنا مننظف فيهن وشنا ومزيلات الميكيب كل نوع بشرة له الشيء بيناصبه أكتر حتى الغسولات هلأ مو كلها بيكون داخل هلأ في منها بيكون فيها سليسيليك أسد مثلا بتناسب الناس لكتير بشرتهم دهنية هدول حتى بفصل الصيف لازم بقى يخففوا من هالإفرازات الدهنية هاي وينطفوها مظبوط مشان ما تسد المسام وتعمل لهم مشاكل أو تعبلوا تفاقم لهم مثلا حب الشباب اللي موجود عندهم لما بتنسد المسام حتى البشرة بتبين باهتة أكتر أو تعبانة أو ممكن حتى تأهبها شيخوها على البداء البعيد هلأ مو غلط أنه يستخدموا هدول الغسولات أو هدول مواد لازم يتنظف فيها الوج بس بو بشكل بو بالغ فيه أو مرات كتيرة لأنه نحنا لما منغسل كتير فيهم فنحنا منجفف الجلدة أكتر فنحنا حتى الزيوت الطبيعية اللي بيفرزها الجسم بشكل كتير طبيعي واللي بيساهم بيطرطيب الجلد نكون نحنا عم نحرمه منها معل فينا مثلا هي تغسل وشها مرة باليوم هلأ اللي ما بيحطوا ميكوب كل يوم فينهم يغسلوا بس بالماء يعني مش شرط هنه يستخدموا غسولات أو فينهم يستخدموا مثلا الغسول يعني كل يومين والتالت وخاصة إذا كانت بشرتون جافة كل ما خففنا نحنا من هالمواد كل ما كان أحسن حتى هلأ فيه نحنا عنا صيحة جديدة بطب الجلد التجميلي اللي هي صيام الجلد مو الصيام عن الأكل والشرب هو صيام الجلد أنه نحنا نمتنع أنه عن أي كريمات أو عن مستحضرات التجميل الميكوب كريمات العناية من 7 إلى 14 يوم ونخلي الجلد هو لحاله يرمم نفسه وهو لحاله يقاوم ونحنا هالحاجز هذا نقوي ونعزز مناعته طبعا هو يعني المريض بيطبقه تحت إشراف طبيب لأنه فيه ناس مثلا ممكن عم تكون عم تتعالج الأمراض معينة فيه أدوية معينة ما فينا توقفها كريمات معينة ما فينا توقفها فيه ناس مثلا بشرتون شديدة الجفاف هون ممكن شي من وقفه مع بعضه ممكن مثلا الكريم المرطب اللي استخدميه يوم أي يوم لا واق الشمس بتختلف فيه الآراء كمان فيه ناس بتقلك أنه لا خلي يكون صيام الجلد أنه خلاص متنعي عن كل شي في بعض المدارس أو بعض الأطباء بتقلك لا أنه واق الشمس والمرطب هدول ما بدنا نستخدمي عنهم كمان تحت إشراف طبي وعم يعطي نتائج وتحسهم بالجلد بشكل جدا ملحوظ طيب بخطام حديثنا بدنا نقول لك شكرا دكتور أهلا بداية على كل هذه المعلومات اللي قدمت لنا إن شاء الله الكل يكون استفاد معنا وشكرا لوجودك أكيد وشكرا لألكون وكل عام وإنتوا بخير